مرحبا بكم مع مريم في فيديو جديد ان شاء الله اليوم سنشارك معكم كيفاش صيبت حضرت هاد السوسات هادو او المصصات بالليزو مالت كذلك هدي نشارك معكم كيفاش زوقت هاد الي كوب كيك كيفاش كان نخدمو هديك الغزاس بالكريمة الزبدة الي كتجي فوق من الكوب كيك ايش من الى اللي استعملت باش ندير هاد الي زخ كونسيال هادو اللي جوا صراحة زوينين بزاك في المنظر وهدي هي الحلوة ديالي درجت على هاد التام ديال جورج بيك اول حاجة بديد بيها هي نصيب لزخ كونسيال عندي هنا هاد القطعة هدي ديال اللخ كونسيال الي اخديت من طرف بلانت غاتو غاد نخليليكم الرابط في صندوق الوصف هنا يوجد قطعات في هذا المنزل هنا يوجد سحاب كل واحد في الجنب ثم يوجد قطع أخرى سحابة كما ترى يوجد قطعة يوجد قطع يوجد عجينة السكر يوجد قطع ونخشيها ونعمر بها جيد القطعة قمت بتحييدها بكل سهولة في المنزل يتحييده بكل سهولة نعمر بها نحييد جناب نمت بشكل صغير ونظر سورة هنا يوجد عجينة السكر نحييد منها الطرف الوسطاني لتحييد القوس قزاح سوف نستمر من النهاية من السنان و نقوم بزيار الماء و نسفعها في جناب نحن نقوم بإضافة ونقوم بفوق الكوبكيك ولكن في العد الخشب يقوم بزيار مقادة فوق الكوبكيك سوف نستمر ونخرج من قوس قوزح ومن المرحلة سوف نستعمل على ملون جيل اختار صفر والزرق والحمر نضيف نقطة صغيرة نضيف نقطة صغيرة لنطلق اللون نضيف نقطة رقيقة نضيف نقطة لعجينة السكر ونضيف نقطة صفر ونضيف نقطة صفر ونطلق اجنة السكر يجب أن تقسح و تقسح و تتلوز في عجنة السكر حيث وجدتها كثير من ثلاثيام قبل لكي نرتب الوقت جيدا يجب أن نقسح و تقسح و تتلوز و تتلوز و قاس حين فوق ملي كوب كيك كريمة زبدة سويسرية و قمت بصندوق الوصف و قمت بصندوق البيض و قمت بصندوق الوصف و هناك الكوب كيك و هناك الكوب كيك و هناك سبخينكل من طرف بلانيت غاتو و شوفوا الوينات اللي فيهم كي يحمقوا زوينين بزاف و أنا يبغت نبين لكم بالليل الجيلاتين اللي فيها راها ديال الحوت حيت بزاف سولوني و كيقلبوا على الحجيرات ما يكونش فيهم شي جيلاتين أخرى من غير ديال الحوت هناك نوري لكم عب شوية كيفاش كتجيبوا هذه الوريدة من الفوق بالكريمات الزوبدارة كتبداوا من الوسط و تبقوا الضورو شوية بشوية تكملوا الضورة صراحة المنظر ديالهم كي يجي كي حمق و أنا هناك كملت و غادي نحط فوق منهم هادوك قوس قوزة اللي كنت موجدارة هم ناشفين دمام زيان و قاسحين شوفوا كيفاش كي يجي و كي يجي و زوينين و باش ندير فنيسيون غادي ندير هادوك الحجيرات هادوك هادوك الالوان غادي اعطي واحد اللمسة لي هي زوينة و جي كا تلمع صافي هادو هما اللي كوب كيك اللي درت في هادوه التام هذا اللي جاو مع الحلوة ديالي و دا بغادي ندوز المرحلة ديالي لسوسيت هنا عندي ليزو مالت يعني هادو هو اللي كنستعملو باش نديرو قاعد الخدمة ديال السكار هو سكار 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 هنا عندي خنشة ديال كيلو غادي تلقاوها تهي عند بلانيت قاتو تهي غا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف هكا لكيكون وراكي يبقى مدة طويلة بزاف يعني تقدرو تشريو كيميا كبيرة وتخليوها تحتافضو بها هنا غادي ندير واحد شوية يعني ممكن استعملوش كيميا كبيرة راعي كيميا قليلة غا تخرج لنا بزاف هنا عندي المول ديال السيليكون باش ندير المصاصات و هدوك لباتوني ديال السيليكون هنا المولاوين كنستعمل جيل بخو جيل عندي جوج أزرق وهنا الحجيرات في الدهبي و المولاوين اللي بايات و الفلوكون تهوما الدهبيين سوف ندير العافية تكون مهيلة بزاف كننقص لها لجهدها و كما كتشوفو كننحرك عيف الكاسرونة ما نستعمل المعالقة لا تشي حاجة باش ما ندخلش الهواء في الليزو مالت و ما نديرش هدوك هدوك الفوقاعات اللي تيكونوا ديال الهواء باش يبقى ذاك الليزو مالت زوين كما شتشوف الاخر ملي داب مزيان زد فيه المولاوين و هنا يراني كان خويه في المولد سيليكون و انا هنا يكن درت غلط و بغت نشاركو معاكم باش ما تعاودوش نفس الغلط كنت في اللول درت العواد للول و مدام عندي عواد ديال بلاستيك اللي اخويت عليهم الليزو مالت عواجوا شوية مهم جاو مزيانين بقاو شادين ولكن بحل عواجوا شوية و في المنظر ما يجيوش تمامية في الميازوينين غادي تديرو هاد طريقة التانية اللي كان ورى لكم دابة يعني غادي تخويو الليزو مالت اللول في المولد سيليكون عدا باش كت تخشيو من مراه هادك العود ديال اللباي و مباشرة كتتتوقو به هادوك الملميع بلابايات بالحجيرات ما حدو هو باقي سارده باقي سخون راه دغيا كينشف هنا من المراه ربوع ساعة عشرين دقيقة المصاصة ديالنا هاو مواجدين قاسحين و شادين راسهم سوف نحطهم من الفوق الحلوة نزوق بهم هكو الحلوة وكي يعطوا منظر الصراحة جميل بزاف هكو الحلوي ديال الاطفال و تقدرو تحتفظوا بالحلوة ديالكم في التلاجة راما كي يجرى لها تشي حاجة و إلا خرجوا لكم هاد السيوسات دياليزو مالت يعني ما كي يلمعوش و ماشي ترانس باهم زيان يبقوا شوية بيضين را تقدرو تدوزو اليوم عي واحد شالو مو و لا تدوزو مل فوق النار ديال البوطاة ديريكت عي واحد تانية قليل باش كتردو لها لمعا ديالها و هادي هي الفيديو دياليوم كنت من ناتكون فتكو متنساوش ديموني بلو لايك لبارتاج و لكمانتر و امغليكم الى الفيديو اخر انشاء الله